يدمر تعزيزات عسكرية للحوثيين جنوب الحديدة ومقتل أكثر من ألف من الماليشيات في أسبوع ومجلس الأمن يبحث غدا مشروع قرار بشان القدس يشدد على حل عبر المفاوضات مدة اتفاق الصخيرات تنتهي قانونيا اليوم واجتماع تونس الثلاثي يبحث قطة غسان سلمة أهلا بكم إلى هذه النشرة أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن أن تفاهمات دولية تجري مع جميع القوى والأطراف اليمنية لتوحيد الصفوف في مواجهة الماليشيات الحوثية مشيرة إلى أن الجهود والتفاهمات تشمل أشخاص كانوا حول الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجاءت لتوحيد الكتل السياسية والعسكرية والاجتماعية لمواجهة ماليشيات الحوثي المعادية لليمن ولدول الجوار نظرا لما تشكله هذه الماليشيات من خطر على المجتمع الدولي وضافت أن الجهود حققت نجاحا مقدرا وسيعلن عن تفاصيلها في الفترة المقبلة هذا أمر تقضيها المرحلة والجميع الآن يدرك أهمية هذا التحالف السياسي الواسع التحالف السياسي واجتماعي لكل مكونات الشعب اليمني يجب عزل لهؤلاء الحوثيين وأعتقدنا لهم معزولين دوليا ومعزولين اجتماعيا ومعزولين سياسيا ولكن يجب أن يكون هناك أداة فاعلة لتضم كل الأطراف اليمنية الرافضة للانقلابيين وهذا التحالف صار ضروري وأعتقد أنه ممكن وهو مطلب كل اليمنيين وهو القهد الذي تمارس الحكومة الشرعية الآن بقيادة خامة الرئيس عبد الربو منصور هادي وأعلن وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجي أنوار قرقاش في تغريدات على تويتر أن مليشيات الحوثي تسيطر على دخل اليمن المقدر بثلاثة مليارات ونصف أو خمسة مليارات دولار سنويا مؤكدا أنها تقوم بإنفاقها لدعم المليشيات ونقلت دراسات تشير إلى أنه ومع الحرب إلا أن استراد السيارات في مناطق سيطرة الحوثي وبناء المساكن لمحاربيه يشهد طفرة كبيرة لافتا إلى أن التمويل بطبيعة الحال من خزينة الدولة المنهوبة أعتبر أن التصفية الجارية للمؤتمر ولعناصره ستظهر ملامح النهب الواسع لمقدرات الدولة اليمنية وأن الشراكة السابقة كانت غطاء وانكشفة وستتضح التكلفة المالية الحقيقية لانقلاب المليشيات على الدولة الآن من اسطنبول سيد أحمد الزرقاء الصحفي والمحلل السياسي اليمني سيد أحمد أهلا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث وحقيقة دعني أبدأ مع حضرتك مع هذا التحالف السياسي والاجتماعي والسياسي كذلك الواسع الذي بصدد إنشاؤه لمواجهة الحوثيين ويضم عناصر لحزب المؤتمر الشعبي العام تفضل بالنسبة لأي تحالفة أي تحركات هي مطلوبة في الوقت الراهن لكن يبدو أن الحكومة إلى الآن لم تبلور الموضع بشكل نهاي خاصة أن هناك تفاهمات بشكل أحادي تتم بين أطراف التحالف العربي وأطراف السياسية وإلى الآن هذه الفكرة عبر عنها بشكل واضح ربما وزير الخارجي البريطاني قبل ثلاثة أيام أنه لا بد من العلاج على الأطراف اليمنية السياسية أن تتحد لمواجهة الحوثيين وهذا كانت مؤشرة إيجابي على أن المجتمع الدولي بدأ أخيرا يتفهم بأن ميليشيا الحوثي أصبحت العدوى الحقيقي لكل اليمنين وأنها أيضا تمنع على الوصول إلى أي حل سياسي لكن هناك أفكار ربما تتعلق بأن أي تحالفات يجب أن تتم أيضا بشكل واضح تحت غطاء الحكومة الشرعية باعتراف جميع الأطراف في حكومة الشرعية وهذا ربما إلى الآن لم يتأتى بشكل واضح من خلال المؤتمر الشعب العام الذي إلى الآن ما زال لم يعلم موقف واضح من الرئيس هادي خاصة بعد مقتل علي عبدالله صارح وهنا أسأل أحمد أنه هل هذا الجسم التحالف السياسي والاجتماعي الموسع هذا سيكون موازية لحزب المؤتمر الشعب العام أو على الأقل بمن تبقى في حزب المؤتمر الشعب العام الذين إلى الآن لم يعلنوا أن الشرعية في اليمن هي تعود للرئيس عبدالرب منصر هالي اليوم التحالف المعلن هو ليس بديل المؤتمر الشعب العام لكن المؤتمر الشعب العام يفترض أن يكون جزءا من هذا التحالف أو الجنح الذي قرر أيضا أنه سيخرج من التحالف مع الحوثين لاحظا أنه ما زال هناك عدد من قيادة المؤتمر الشعب العام خاضع على سيطرة الحوثين وما زال ولاءهم للحوثين ومن أبرزهم الأمين العام المساعد صادق أبو رأس وكذلك ياس العواضي لكن هناك أطراف خرجت أعضاء المؤتمر الذين هم في الخارج سواء في الرياض أو في القاهرة أو في غيرها عليهم أيضا أن يعترفوا أولا بشرعية الرئيس هادي والإنضمام للتحالف الموجد هناك تحالف يقود الرئيس هادي فيه عدد من أحزاب اللقاء المشترك في الإصلاح فيه الناصري فيه الاشتراكي وهو طيف واسع من الأطراف اليمنية وهم أيضا لما كان التحق المؤتمر الشعب العام أو ما تبقى من المؤتمر الشعب العام من شأنه أن يعزز أو أن يعزز جزء من القاعدة الشعبية التي كانت الحوثين يختبئون وراءها خاصة أن اليوم المؤتمر الشعب العام أصبح من أكثر الكيانات المخجدة وأيضا التي تعرضت للإقصاء الملاحقة من قبل ميليشيا الحوثي رغم أنها كانوا حلفاه إلى الأمس القريب وبالتالي المرحلة القادمة تحتاج أيضا عادة بالوراء التحالف كبير واسع لجميع الأطراف اليمنية تحت غطاء الشرعية تحت غطاء أيضا استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وأيضا ألا تكون هذه المرحلة فقط أو التحالف مرحلي مؤقت ألا يحتاج هذا الأمر أحمد إلى قيادات في الداخل بالنسبة للقيادات في الداخل يجب أولا عودة الحكومة بالكامل إلى الداخل والبدء من مرسة عملها داخل الحكومة داخل عدن أو داخل أي منطقة من المنطقة المحررة بالنسبة لأعضاء المتمر الشعب العام ربما هناك عدد منهم نزحوا إلى عدد من المحافظات المجاورة سواء عدن أو مأرب ولكن يجب الآن أن يتم استعادة بناء المؤسسات التي فيها أيضا عدد كبير من قيادات المتمر الشعب العام التي حصل هناك قيادات في البرلمان يجب أن يفتح البرلمان يجب أن نعود البرلمان لممارسة مهامه من الأرض من عدن وهذا ربما سيكون الخطوة الأولى اجتماعيا وسياسيا أنه عندما يكون هناك البرلمان موجود في عدن موجود داخل أو في مأرب أو في حضر موت ويلتم بإمكاني أيضا تناقص العمل على تشكيل تحالفات قبلية وسياسية جديدة وأيضا احتواء كافة الخلافات والتبايلات الموجودة التي تم دعنا ننتقل إلى النقطة الثانية أحمد وهي تصريحات وزير الدولة في الخارجية الإماراتية أنور قرقاش عن أن أموال الدولة اليمنية منهوبة دخل اليمن قد يصل إلى خمسة مليارات دولار وهذا الدخل يذهب إلى الأجيوب الحوثيين وتمويل الحرب ضد الشرية بالتأكيد منذ نهاية 2014 منذ اجتياح صنعاء في 21 سبتمبر 2014 قامت الميليشية بنهب كافة الاحتياطي كان هناك احتياطي كبير جدا خلال العوام الماضية استطاعت أن تكون ثروات خاصة استطاعت أن تسخر أيضا جميع موارد الدولة لصالح جيوب الميليشية لاحظنا أن هناك العديد من الشركات والاستثمارات والأموال تذهب كان هناك أيضا عائدات الضرائب عائدات الجمارك عائدات بيع المشتقات النفطية وكل الموارد الدولة بالتالي اليوم الميليشية لديها فائض من المال وهي في المقابل منعت أو حتى رفضت صرف مرتبات الدولة بالأمس كانت ميليشية تقول أنها عذرت على ملايين وعلى أطنان من الذهب في منزل صالح ومع ذلك هذه الملايين التي تتحدث عنها لم يرها الناس ولم تذهب إلى التزامات الخاصة سواء من مرتبات المنظفين ويرها وبالتالي نحن أمام إصابات مارس السلب والنهب تحت كافة المبرات والمسببات ويتمتلك أيضا مقومات القوى الاقتصادية المالية وبالتالي لا بد من تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بتشفيف منابع تمويل هذه الجماعة ولكن هل بالنسبة للشعب اليمني ألا يعد مقتل الرئيس اليمن السابق علي عبدالله صالح أنه سيرفع عنهم الغطاء سيكشفهم أكثر سيفضحهم أكثر بالنسبة لانتهاء تحالف المؤتمر مع الحوثيين ربما هو من الأهم بما كان يتم استثماره كان علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعب العام يوفرون الغطاء الاجتماعي والسياسي للحوثيين كان هناك منطقة رمادية يتواجد فيها صالح وعضاء المؤتمر الشعبي العام وكانت الميليشيا تستخدم هذا الغطاء اليوم لم يعد هناك المنطقة الرمادية باعتقادي أنه هناك موقف واضح هناك الشعب اليمني وهناك ميليشيا الحوثي في حال وجود إرادة دولية ومنذي التحالف أيضا بأن يتم إنهاء هذا الانقلاب الناس جميعا ربما اليوم باتوا متضررين بشكل كبير جدا من موارسة ميليشيا الحوثي لم يعد هناك مع الحوثيين سوى من ينتمون لهذه الجماعة السلاليا وبالتالي هذه الجماعة في مواجهة اليمنيين ستسقط قريبا في حال تم إيجاد خطة واضحة لاستعادة الدولة عودة المؤسسات إلى عدن إلى حضرموت إلى مارب تحريك الجبهات باعتقد أن ما حدث في بيحان يجب أن يتم تكراره في البيضاء أن يتكرر في تعز أن يتكرر في كل مكان الميليشيا اليوم أصبحت معزولة وبحاجة إلى ممارسة كثير من الضغط وباعتقد أنها ستنكمش وستعود إلى صعدة إذا ما تم تكثيف الضغط عليها في مارب وفي الجوف وفي تعز وفي الساحل الغربي وهي مسألة وقت اليوم لم يعد هناك أحد يصطف مع الحوثيين إلا الذين لديهم مصالح مباشرة مع هذه الجماعة وهي الآن اليمنيون في مواجهة واضحة مع الميليشيا الحوثية التي تعتمد على الانتماء السلالي وليس لديها أي قضية وطنية أحمد زرق صحفي والمحلل السياسي اليمني شكرا جزيلا كنت معنا من إسطنبول أعلن تحالف دعم الشرعية عن إجلاء منظمات إغاثية لموظفيها من صنعها بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية ودعى وزير الإدارة المحلية في اليمن ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح المنظمات الأممية التوجهة إلى عدن والاستمرار في عملها وتسيير قوافل الإغاثة لكافة المحتاجين بجميع المحافظات دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات لميليشيات الحوثي في ضحية الحوك جنوب الحديدة كانت في طريقها إلى منطقة الدوار والمنصة والمدخل الجنوبي للمطار وفقا لشهود فإن النيران اندلعت في الآليات بعد هذه الغراد كما كشفت مصادر طبية عن عشرات من القتلى والجرحة وصلوا إلى المستشفى العسكري في الحديدة فهذا مراسل الحدث في اليمن أن عدد القتلى من الميليشيات الحوثية وصل إلى 1175 قتيلا خلال الأيام السبع الماضية فقط وهم سقطوا في صنعاء والمحافظات الخاضعة لهم وكذلك في المواجهات مع قوات الجيش الوطني على جبهات ميدي وحرض وتعز وصرواح إضافة إلى الجوف ونهم وغيرهم من الجبهات في بيحان وصعدة وتمكنت قوات المقاومة والجيش من أسر عشرات من الميليشيات خلال الأيام الماضية وحول الخسائر التي تمنى بها ميليشيات الحوثي في عديد من الجبهات داخل اليمن المحلل العسكري اليمني اللواء محسن خصروف ينضم إلينا الآن من العاصمة السعودية الرياض سيأتي اللواء أهلا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث ميليشيات الحوثي تتلقى ضربات موجعة وهناك خسائر كبيرة في صفوفها إلى الآن أكثر من ألف قتيل خلال أسبوع تفضل شكرا جزيلا بالتأكيد الحالة الصراع الآن في اليمن حالة واضحة يعني معالم الصراع واضحت في اليمن بين الطرفين الرئيسيين الشرعية والحوثيين هذه مثلا لم يعد فيها شك القوى المجتمع التي كانت ترهن على صالح أو تدعم صالح أو تدعم المؤتمر الشعبي الآن الآن مصبح موقفها آخر الدعم الشعبي أو المدد الشعبي من المقاتلين لم يعد متوفرا كما كان الذين يدفعونهم إلى الميدان هم مجموعة من المقاتلين الذين لم تلكون خبرة ومعظمهم أطفال أطفال بما في الكلمة من معنى هذه الخسائر التي تتم الآن في الميدان ما يقرب من ألف ومائتين قتيل معظمهم من الصبيان والأطفال وهي إنعكاس لحالة معنوية لدى المقاتلين الروح المعنوية لدى الحوثيين في غاية الإنهيار وهم يعني يتخبطون في أكثر من جبهة لا يعرفون لماذا أصبحوا يقاتلون هزائمهم في شبوة في بيحان في عسيلان في الجوف في صعدة في تعز في الساحل الغربي كل هذه العمليات تشهد هزائم منكرة للحوثيين ومقاتلونهم يدفعون دفعا بالقوة وفي حالة من المعنوية التي لا تؤهل أي منهم بأن يزدي الشيء على الأرض العملية التي تمت من جهة شرق حيس من جهة جبر راس عملية التفافية وهجوم أيضا مضاد على المنطقة القوخة هذه تم فيها القضاء على عشرات من المقاتلين الحوثيين حصدوا حصدا لأنهم لم يكنوا يعرفوا أن قيادة القوات المسلحة قيادة الجيش الوطني في هذه المنطقة على خبرة ودراية بجغرافية المنطقة وبتوقعات ما يمكن أن يعمله العدو ولكن ما نلاحظ سيد خصروف أنه في ذات إطار حديثك أن الحوثيين غير معنيين أبدا بالخسائر البشرية ومتى كان الإنقلابيون يعنيهم استقرار المجتمع وأمنه وحياته ثم في الأخير دماء أبنائه هم لديهم أجندة يريدوا أن ينجزوها بأي ثمن من دماء اليمنين أي كان إيران أعطتهم تكليف بأن يقيموا الدولة الفقية وأن يمددوا الهلال يكون امتداد الهلال الشيعي وأن يطوقوا الجزيرة العربية والخليج العربي بدولة ولاية الفقية بالفكر الشيعي الاثنى عشري المتطرف الذي لا علاقة له بحالة التدين في اليمن بين الزيدية والشافعية والإسماعيلية والمكارمة والمتعايشين على مدار الزمن هم يردون الدولة أخرى يكون القتل والعنف هو عنوانها لذلك لا يأبهون لمن يقتل من الأهالي لا يأبهون لمن يضعون بعض الأصلحات في مساكن الأهالي وفي المدارس ثم حينما تستهدف يقولون أن الطيران استهدف المساكن واستهدف المدارس وهم يستخدمون هذه الأماكن المدنية للتغطية على انتشارهم ولكن أيضا سيد سيادة الليواء هذا يضع سؤال من أين تأتيهم الإمدادات بكل هذا العدد من المقاتلين هم الآن ما زالوا يستخدمون المخزون الذي لديهم أو الاحتيارهم لا تنسى أنه قبل فترة قتل أحد الأطفال الأردنيين وهو يقاتل مع الحوثي ابن الطبيب أخذوه وقتله في الميدان هم يغررون بالأطفال ويسحبونهم من المدارس أو من الشوارع أو من الأسواق الشعبية أو من الطرقات ويدفعونهم إلى هذه المعرك أما الحالة الاجتماعية الموقف الاجتماعي في محيط الصنعة التي كانت ربما تشكل حاضن أكبر للحوثيين لم يعد هذا متوفرا خاصة بعد أن كشف القطاع عنهم بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكل يوم يأتي ستكون حالتهم ووضعهم في المجتمع أسوأ بكثير المهم الآن الذي يمكن أن يعز هذا الموقف التنكر لهم التخلي عنهم رفض دعمهم مدين وبشرين هو تقدم الجيش الوطني في الجبهات استمرار العمليات العسكرية بكثافة الدعم اللوجستي المستمر عدم التوقف في الجبهات إشعال كل الجبهات مطلوب الآن أن تشتعل العمليات العسكرية في كل الجبهات في ميدي وحرض والجوف ومأرب وصروح ونهم صنعة وشبوة وتعز والبيضة ينبغي أن تدعم البيضة دعما تستطيع من خلاله أن تحرر البيضة إذا ما تحرت البيضة سيكون لدينا سبع محافظات في الشرق كاملة محررة الآن بالتقاء قوات الجيش الوطني في الجوف وصعدة أمكن السيطرة على الطريق الدولي الرابط بين المنطقتين وأمكن السيطرة على مناطق متاخمة للحدود المملكة العربية السعودية وتأمينها أمكن أن تشكل الآن صعدة مديرية البوعق وغيرها منطلقا للهجوم على مركز العاصمة الصعدة وعلى مران وأن تشكل هذا الحزام الساحل الشرقي مكان تستقر فيها الحكومة أي حكومة سبع محافظات ستكون محررة القطاع الشرقي كامل من اليمن سيكون محررة إن شاء الله إذا ما اكتمل تحرير البيضاء في عمليات تالية كامتداد العمليات شبوة أشكرك جزيلاً المحل العسكري اليمني اللواء محسين خسروف كنت معنا من الرياض أهم الأخبار من الحدث مقتلوا أكثر من ألف عنصر من مليشيات الحوثي وأسر العشرات خلال معارك الأسبوع الماضي طيران التحالف يدمر تعزيزات لمليشيات الحوثي في ضحية الحوكة جنوب الحديدة كانت تتجه نحو المطار مع مقتل وإصابة العشرات منهم زير الدولة لماراتي للشؤون الخارجي أنوار جرقاش يقول إن مليشي الحوثي تسيطر على دخل اليمن المقدر ما بين ثلاثة مليارات ونصف وخمسة مليارات دولار سنوياً ويؤكد أن هذه الأموال تنفق على العمل العسكري